بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرب عمر الدوني معاكم عرب الكاتشتمال دوتكم طبعا احنا خلصنا المرة اللي فاتت التمبلت يعني خلصنا الجزء التقيل في الموقع طبعا احنا هنبدأ نتكلم عن الكونتنت اللي في النص سواء في البيتج الاولانية او التانية او التالتة يبقى احنا كده نتكلم عن الكونتنت اللي في النص والموضوع ان شاء الله مش هيبقى صعب بس هنحاول النهاردة ان احنا نتكلم بس عن السلايد شو طبعا انا ليه هنتكلم عن السلايد شو لان طبعا في كزا نقطة عايزين نتكلم عليها في بعض المشاكل اللي بتحصل في الوجت عايزين نبص عليها وازاي ممكن نلاقي حلولها والكلام ده كله في برضو في نفس الموضوع انا كذبت عليكو برضو كسبة بيضة اللي هي موضوع كليك كليك وخلاص الاسلايد شو انتهى هو فعلا كليك كليك لو انت شايف ان المنظر الاخير هو بالنسبة لك ان انت مرتاح له خلاص الموضوع انتهى بس احنا هنحاول ان احنا نلعب فيه على اساس ان اه انا لو حطيته ممكن ان نلعب فيه ممكن اطلع حاجة تانية غير اللي موجودة يبقى على اساس ان احنا نبص على الشكل ده طبعا قبل ما اخش اه هروح بس على ارابيك اتشتامل وهنزل تحت طبعا افكر الناس ان الفوت لسه شغال طبعا من اللهم صلى على النبي لغاية يوم 16 بالليل فطبعا ممكن تعمل الفوت اللي رياحك طبعا هنا اه 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 دريمييفر ديناميك اتشتامل 5 css 3 wordpress php شوف اللي انت حاسس ان انت فعلا عايز تشتغل عليه و اه وصوتله بس يبقى احنا كده خلصنا على ارابيك اتشتامل طبعا هنروح نبص طبعا هوا ده التمبلت بتاعنا وقبل ما نروح على الودت عايزين بس نعمل حاجة بسيطة هنروح على Dreamweaver وهنيجي هنا على الفايلز بتاعنا ورايت كليك على التمبلت ونطلع على Edit ومن Edit هنقول Duplicate هنيجي هنا نعمل كليكيتين بس بشويش على الاساس نحن مش عايزين نفتح الفايل وهنقول هنا index.html زي ما هي وهعمل كليكا ببرة هيجي هنا بيقول لك Update links in the following files طبعا لان فيه طبعا CSS والحاجات دي كلها طبعا عايزين نعمل لها Update هنقول له Update تمام هفتح الفايل دوا وهقفل التمبلت خلاص احنا كده شكرا تمبلت مش عايزينه وهنروح نعمل Preview in Chrome تاني وهناخد دي الجنب ده كده وهنروح على التمبلت نقفله وطبعا هنا هتلاقي هنا في اخر اللينك بقول لك index.html وهو ده اللي هنبدأ عليه طيب عايزين بس قبل ما نبدأ في السلايد شو عايزين بس نبدأ لو انتو فاكرين كان فيه كل page كان فيها اللي هو اللون الغامق والكورسور بتاعها مكانش مكانش الإيد الصغارة دي طبعا كان ال default بتاعها فاحنا هنحاول ان احنا نعمل الجزئية دي الجزئية دي طبعا الجزئية دي كنا بنتكلم فيها ممكن نعملها ك jQuery بس طبعا احنا مش هنتكلم على jQuery لان احنا بنكلم على Dreamweaver بس فهنحاول ان احنا نبص عليها زي حاجة احنا كنا بنعملها زي ما بنقول كده old school فهنحاول ان احنا نبص عليها طبعا احنا لو اجينا هناو على css بتاعنا وبصينا هنا هنلاقي بيقولك ايه nav ullia طبعا هو ده الشغل بتاعنا اللي احنا عملناه الالوان هاجة اقول right click واقول go to code على code بتاعي وبقى انا كده بالزبط في نفس المكان هاخد الجزئية دي وعمل لها ctrl c وهنزل تحت اقول ctrl v وعمل dot واقول dark على اساس ان احنا هنعمل كلاس جديد اسمه dark وهفتح الكرل بريس بتاعتي واقول هنا اه background وهروح على fireworks على اساس ان انا اخد اللون الغامق لا اللون الغامق ده هاجي هنا ctrl c escape واروح على dreamweaver old ctrl v سما كولون وانزل على تحت عايزين طبعا نغير الكورسور بتاعنا يبقى نقول كورسور وهنقول هنا default سما كولون وهننزل تحت مش هننسى ان احنا نقفل الكرل بريس بتاعتنا ctrl s اه طبعا لو عملنا refresh الوقت طبعا لسه ما فيش اي حاجة اشتغلت ليه لان احنا طبعا هنا لسه ما زودناش ال class بتاعنا طبعا زي المرة اللي فاتت ما قلت احنا ما عملناهوش لو روحنا على مدفة واي ممكن نعمله على التمبلت بالزبط بس ما عملناهوش على اساس ان احنا زي ما قلنا ان احنا عايزين نلعب في التمبلت فكل page طبعا احنا الوقت في ال index يبقى نحط class بتاعنا هنا ولما نروح ال page اللي بعدها يبقى هناخد class منها نحطه هنا هاو وهكذا على ال contact وهكذا على بقية ال page طبعا هنا الكود مش هيبقى صعب هنقول class وهنا طبعا درو ميفور جاب لك كل ال classات بتاعتك بقى انا كده عملنا ال class بتاعنا save refresh هتلاقي اللون بقى غامل وطبعا ما عادش في ال hover الايد بتاعتنا ويبقى احنا كده خلصنا الجزء دي تمام هنروح على design view وطبعا هنطلع من هنا لو بصينا هنا هو هنلاقي فيه 3 ايكونات كده طبعا الايكونات اللي في النص اللي عملنا عليها كلكاية طبعا ده الاكستنشن بتاعنا الاكستنشن منجر وهنا فيه ال widget browser هعمل عليها كلكاية على أساس ان افتح ال widget browser بتاعي في بعض المشاكل اللي بتحصل بتخليش الودجت نفسه براوزر يشتغل هنتكلم عن النقط دي أنا طبعا ما كتبتهاش ياريتني كنت كتبتها لأساسا الواحد ما يتلخبطش فيها بس أنا عملت لينكات كده على أساس أن أنا جايب كل حاجة هنا طبعا أنا كاتب remover cs6 update حاول أنت تعمل update لcs6 بتاعك طبعا هنا بتروح على help وبتنزل على update لو أنت مش عايز تعمل update من adobe نفسه يبقى أنت هنا بتروح زي ما قلت على google أو شوف أنت بتستعمل ايه على remover cs6 update photoshop update والكلام ده كله بيجيب لك update بتاعه بالزبط ولو نزلنا تحت هتلاقي update هو راح فين هنا هو remover update ونزلنا تحت نلاقي هنا بيقول لك the update can be manually downloaded from here طبعا هتدوس على here وخلاص يبقى كده أنت كده عملت update على أساس أن ال update برضو فيه بيحل بعض المشاكل من قبل ما نخش في أي مشكلة طبعا هنا لو أنت مش لاقي الودجت بتاعتك لو بتدوس عليها طبعا ما فيش أي حاجة وهنا طبعا لو رحت على forms.adobe.com مش عارف إيه labs البلابلا الكلام ده كله بتلاقي كل المشاكل اللي حصلت للودجت والناس اللي حصلت اللي حصلت لهم مشاكل وإزاي المشاكل دي اتحلت والحاجات دي كلها برضو لما تيجي تفتح الودجت لو أنت أول مرة تفتحه هيجي بيقول لك download adobe air بتعمل طبعا setup لadobe air وبعد كده لما تيجي بتخش عادي بس لازم تعمل sign in طبعا هتلاقي كل الناس ليهم ليهم account وطبعا ملاكش account طبعا على adobe مش هيخد منك اللا دقتين وطبعا هتيجي تعمل sign in ويبقى كده الموضوع بتاعك انت تمام هنا طبعا الودجت بتاعنا بتاعاتنا كاملة السلايد شو اللي احنا نستعمله اسمه flex slider هو ده طبعا بتدوس عليه بيقول لك download it وبعد كده بيجي طبعا بيقول لك كل حاجة وهنا بيقول لك add to my widget على ما اعتقد هنا طبعا بقول لي remove لان انا عامله هشيل هنا واروح مثلا على اي واحدة تانية هنا هو مثلا ويجي هنا بيقول لك downloading وطبعا اول ما اعمله downloading هنا طبعا بيقول لك add to my widget ماشي وطبعا go to my widget طبعا هنا الودجت اللي عندك انت انا مش عايز منها اي حاجة هقول yبقى احنا كده خلصنا الجزء وطبعا لما تيجي بجيب اي وجد طبعا بتيجي هنا على كومون اول واحدة وطبعا دي علامة الوجد او بتروح على انسورت ومن انسورت وبتيجي على وجد هما الاثنين طريق واحد مفيش مشاكل هنروح على سبليت هننزل تحت على اساس ان هنا الديف بتاع الهيدر بتاعنا احنا هنا عايزين نعمل دف جديد طبعا احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت هنقول انسورت ومن انسورت طبعا احنا مقولناش انسورت احنا قلنا على ليوت ومن layout على insert def tag بس هنروح على insert ومن insert هنروح على layout object ومن layout object هنروح على def tag وهنا هنديله سلايد شو ايدي بتاعه ونقول اوكي وطبعا هنا هنشيل بس الكنتنت الادوبي حاطة تغلنا وانيجي بس ننزل تحت على اساس نسيب المكان كده فاضي وهنيجي هنا هندوس على وجت او بنروح زي ما قلنا على insert وبنروح على وجت طبعا هنا بتجي لك كل الوجت اللي انت عندك طبعا الوقتي بقنا لسه حاطة الوقتي jQuery cycle وفيه lightbox وفيه الحاجات دي كلها طبعا الحاجات دي انا مزودها لدريم ويفر طبعا لو انت عندك اكتر بتلاقي كل حاجة ولو انت مسيف اي حاجة بشكل تاني طبعا هنا بقولك ال default بتاعها او الكلام ده كله بتحاول انت تغير طبعا هنا felix slider تمام ونواقف مكاني تمام وهقول له اوكي طبعا كل حاجة لو رحنا على الكود بتاعنا هنلاقي هنا فيه طبعا script اللي هو java script اللي بتشغل السليد شو بتاعنا وبعد كده هننزل على container ومن container على flex on container ومش افو slider والكلام ده كله وهنا ال i اللي فيها ال image بتاعتنا اللي احنا هنحاول نغيره تمام هنيجي نعمل هنروح على design view اللي هنروح على split وهنقول ctrl s ctrl s طبعا اول ما هاتي كده وعمل ctrl s هتجيلك ال panel الصغيرة دي اللي فيها css بتاع felix slider dot css وال pages وال images والحاجات دي كلها وال gs وال gquery كلام دك هيقول لك save اقول له طبعا save انا سيفت كل حاجة هنا كده سيفت كل حاجة وهنيجي نبص هنا على index.html هنا source code بتاعنا وزي ما قلنا ال link اللي هو بتاع style وهنا طبعا بقيت اللينكات اللي لسه جايلنا الوقتي طبعا جيت معنا ولو طلعنا فوق روحنا على الكود هنلاقي طبعا اللينكات بتاعتنا دي كلها اللي لسه عاملين لها add طبعا هنروح على browser بتاعنا و هنعمل refresh هنلاقي السلايد شو طبعا جيه والحمدلله ان هو شغال يعني و طبعا السايد بتاعتنا بازت خالص بس هو عام حاجة ان السلايد شو بتاعنا شغال طيب عايزين نبدأ ان احنا نحاول بقى ان احنا نبدأ نزبط جزئية جزئية هنروح هنا و هنروح على design view على split و هنيجي هنا بيقول لك فليكس دوت مش عارف اي ديمو طبعا هنا h2 tag هنيجي نشيل h2 tag مش عايزينها خالص و هنيجي نقول ctrl s refresh بقى احنا كده شلناها طيب تاني حاجة عايزين نشيلها احنا مش عايزين الايكون دي اللي هو next و ال previous هنا و فيه طبعا هنا لو انت عايز تجيب السور بتاعها طبعا انت عايز تخليها خليها و مش عايز تمام لو رحت افلت ده و افلت و افلت و افلت و رحت على city fitness 2 طبعا بصت هنا هوا تلاقي فيه هنا demo.css و هنا طبعا ال gsl اشتغلت عليها السلايتشوب بتاعنا كل ده اضاف و هنا الامجز الامجز طبعا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة لاربع صور بتاعتنا هنروح على css طبعا هنا الفليكس سلايدر و هنا على theme و هنا هتلاقي فيه ال icons اللي احنا عايزين نشيلها طبعا انت ممكن تعمل لها delete بس انا مش هعمل لها delete انا بس هغير الاسم على اساس ان هي ما تبقاش موجودة وهاجي هنا هوا اشيل دي كمان و يبقى انا كده شلت ال اتنين دول تمام هروح اعمل refresh وهو ده اعمل refresh فيش اي حاجة تتغير ليه بالصراحة مش عارف فاحنا هنقفل دي خالص هو انت لازم تقفلها وبعد كده بنروح على dream ever ثاني و نعمل preview من اول وجديد وبعد كده هتلاقي كل حاجة الوقتي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كلها. هنروح على بتاعنا تاني وهنفتح السي اس اس بانال بتاعتنا كلها. هنيجي هنا طبعا السي اس اس لو قفلناها هنلاقي في ادي الله واحد مالوش تاني في اتنين ستايل طبعا اه انضموا لينا اللي هو فليكس دوت سلايدر دوت سي اس اس ولفتحناها هنلاقي طبعا ايه اه سلايدر ال اي ومش عارف ايه والامجز والحاجات دي كلها طب ده بيكلم عن السلايد شو نفسه هنيجي على الدمو على الدمو وهنيجي هنا وهنلاقي ان هو عاملك ريسات لل اه للسايد بتاعتك وطبعا جاية بعد الستايل طبعا احنا سياس اس كاسكيدنج ستايل شيت طبعا بنبدأ من فوق البروزر بيقرى لك كل حاجة من فوق جالك من تحت فوق بيقرى الستايل بتاعك وبعد كده بيخش على فليكس سلايدر بعد كده بيخش على الدمو طبعا دي اخر حاجة فاحنا مش عايزينها هنجيبها فوق لا احنا مش عايزينه خالص فاحنا هنروح على الكود بتاعنا هنطلع فوق وفين الدمو هو هو هناخد الدمو وهندلته خالص كنترول كنترول اس عشان نسايف هنروح برا هنا هو هنيجي نشيل الدمو بتاعنا خالص على اساس ان هو مايبقاش موجود معانا خالص وهنروح هنا نعمل رفريش هنلاقي ان احنا بدأنا نشوف السايد بتاعتنا رجعت تاني ويبقى كده احنا فاضل لنا ان احنا نتكلم عن السلايد شو بتاعنا بالزبط تمام هننزل تحت لغاية ما نوصل هنا للامجز طبعا هنا بداية الامجز بتاعتنا هنيجي نغير لان هما طبعا موجودين في نفس الفايل فانقول هنا سلايد وهنيجي هنا ونشيل الايه طبعا هو هنا هتطلعك برا جراف على اساس ان هو بقولك هنا فيه كابشنز هنا طبعا عايز تحط اي ديسكريبشن اي حاجة ليك طبعا ممكن تحطها في البراجراف طبعا هو جابلك زي مثال على اساس ان هو لكن الحاجات دي موجودة طبعا هنا فيه لانك برضو هاترف لانك على اساس ان هو بقولك انت ممكن برضو تحط لانك للصورة والحاجات دي كلها طبعا هنشيل الجزئيه دي وهنيجي هنا ونقول سلايد سلايد ثري وهننزل تحت وهنقول سلايد فور سايف وهنروح على البروزر بتاعنا وهنعمل رفرش هنلاقي ان الصور بتاعتنا كلها جيت تمام كده وخلاص يعني قربنا ان احنا نخلص حاجات كتير بس لو بصيت هنا هوا هتلاقي هنا فيه فرق فيه فرق بين الامج وهنا برضو فيه فرق بين الامج وهنا فيه طب ايه الفرق ده طب احنا عايزين نجيب المشكلة دي ازاي هنروح على دريم ويفر على الديزاين وهنروح على اللايف على اساس ان احنا نشوف كل حاجة قدامنا تمام طبعا هنا الانسباكت مود بتاعنا طبعا داي زي الفاير باك طبعا هنا لو جيت على ودست على اتش وان بيجي هنا بقولك ده الهيدر اتش وان وانت دايس على الاتش وان طب تمام هنا على الامج طب هنا بيقولك الامج والال اي والكلام ده كله اللي هو في الدف بتاع فليكس سلايد سلايد والحاجات دي كلها بس هو ما ادانيش برضو معلومة يعني مفيدة طيب احنا هنا وقفين على سي اس 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 تايل هنروح على كورنت وهن يجي نروح على ام سباكت وطبعا لو عملت بس هور بسيط لو عملت هور بسيط على اي حاجة هنا هوا هتلاقي طبعا هنا هوا جايب لك الشغل بتاعك بالزبط هروح اقف اعمل كليك اي على الامج بتاعتي على اساس ان انا ببص هنا بيقولك لسه الان مش عارف ايه الكلام ده كله طب كل حاجة تمام ما فيهاش اي حاجة هروح انا على ال اي طبعا هنا برضو مش هنلاقي في حاجات هنروح على ال يو ال وبعد كنا نروح على ديف فليكس سلايدر هنا بيقولك اول حاجة طبعا بيقولك ايه بوردر فور بيكسل صولد ابيض طبعا هو ده اللي احنا عايزين نشيله لان هو ده اللي عامل الفرق بتاعنا طبعا لو جينا ناحية الشمال هنا هوا هتلاقي فيه علامة زي ممنوعة لو ممنوع الدخول ممنوع التدخين ممنوع مش عارف ايه كلام ده كله اه لو شلناها ايه هو ده بيعمل لك كومنت على ال بوردر بتاعك بقى انت كده مش هتشوفه لو لاحظنا هنا هوا مش هنلاقي ان ال بوردر بتاعنا موجود والبوردر انتهى وكده بقى نحنا كده خلصنا الجزء ايه دي بس طبعا هنا لو انتوا فاكرين كان فيه اه زي اه زي بوردر تحت نفس اللون هنروح ناخد اللون من فايروركس تاني هروح اعمل بس كده هوا واقول هنا هوا كنترول سي اسكيب دريم ويفر دريم ويفر وهاجي هنا هوا واقوله رايت كليك جوتو كود على كود وطبعا لو بصنا هنلاقي هنا بيقولك اه دي سايبول اللي هو اعمل لك كومنت عليها طيب تمام هنجي ننزل كده هوا هنقول بوردر داش بوتم وهنقول هنا وان بيكسل صولت وهنقول كنترول فيه على اساس ان احنا ندي له اللون بتاعه وانقول كنترول اس هنروح نعمل رفرش يبقى كده لو بصيت هنلاقي طبعا انا مش واحد ليه بس احنا عايزين اتنين لو عملت الريفرش هتلاقي فيه هنا البوردر بتاعك جيه بس انت لو لاحظت هتلاقي فيه هنا حتة بيضة وهنا فيه حتة بيضة كده طلع برة طب ليه لو رحنا على دريم ويفر تاني وروحنا على الدزاين هتلاقينا في نفس الاريا بتاعتنا وهنا هتلاقي هنا بيقولك فيه بوردر راديس طبعا فيه around corner هنا خمسة بيكسل طبعا فيه البريفكس بتاعها طبعا الحاجات ده هنشيلها برضو هنيجي هنا هنشيل دي وهنشيل دي وهنشيل برضو دي وهنقول هنا file save all هنروح نعمل رفرش وشوفت احنا كده جبنا البوردر بتاعنا بالزبط والسلايد بتاعنا بالزبط ويبقى احنا كده خلصنا السلايدر بتاعنا على اساس ان احنا يبقى احنا كده نخش المرة الجاية في الكونتنت ويبقى الموضوع مهو الصعب بس خلاص اشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عرب اشتركوا في القناة